الانتخاب الانتخابات هي ألية من ألية التغيير الديمقراطي و تونس على أقصد سنة أوأوية في خرم سنة انتخابية اليوم تبدأ في 24 لسال Thus بات خمسات المحلية و تدخل لهات إنتخابات المجلس الثاني المجلس اليابي ثاني و مجلس الأقلي المجيات و ربما تتهي بتدهيب انتخابات رئاسية في تقدير كل اليوم ما المنطوب للمعارضة هل المنطوب المشاركة في هذه الانتخابات المنطوب للموقع شوف ثم مستويين يلزم الاشتغال عليهم ثم مستوى عميق وستراتيجي لأنه كما يقول جرامشي منامات القديم والجديد لم يولد بعد وربما المرحلة هذه والقوس هذا في رأيي أنا هو المرحلة هذه بين قديم لأن المنظومات كلها منظومات قديمة يجب أن تتجدد المنظومة النقابية والمنظومة الإعلامية والمنظومة الحزبية السياسية وجميع المنظومات اللي عندنا هي منظومات موروثة يجب أن تولد منظومات جديدة كما المنظومة متاع الماء والضوء والفصفات والمنظومة البنكية ومنظومة التأمين ومنظومة الاستثمار إلى غير ذلك هذه كلها في رأيي أنا هذا الموروث يعني يجب أن نتجاوزه ببناء منظومات جديدة ولهذا ثم شيء عميق مطروح على أنه خب السياسية والحزبية يعني الأحزاب السياسية في تونس في حالة مرضي عنها في حالة جيدة ليست في حالة جيدة فهذه ورش التفكير كيف نبني تنظيمات سياسية اليوم المفكرين حتى في الغرب وفي الديمقراطيات العريقة يفكروا اليوم يتحدثوا على ما بعد التنظيمات التقليدية اليوم مع ثورة الاتصالات والإنترنت والكذا والأخير معناها ما عادش تنجم أنت تبني أحزاب على الطريقة القديمة الكلاسيكية متع رئيس قائد ملهم وكذا وكذا جزء من النقد الذي يوجهه على فكرة قيس سعيد للمنظومة الحزبية هو صحيح المشكلة أن قيس سعيد في التشخيص في المشاكل الكبرى يذكر الكثير من المشاكل الكبرى الحقيقية فيما نختلف مع الرئيس سعيد في الحلول التي يقترحها نحن لا نتفق معه لا في الشركات الأهلية أنها تمثل حل الاقتصاد التونسي ولا في تحطيم الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية لأنه عمليا اليوم يقود الدولة بماذا؟ يعني بدون تنظيم سياسي وبالتالي بدون نظام سياسي اليوم وقع إحلال الإدارة مكان النظام السياسي لكن هل هذا منطقي ومعقول؟ هو نفسه يتساءل أنا أسمعه يتساءل عن الأجهزة لماذا لا تتجاوب معه؟ وعن اللجان لماذا لا تشتغل كما ينبغي؟ هذا الكل هو نتاج لعدم وجود نظام سياسي اليوم الدولة التونسية لأول مرة وربما حالة فريدة من نوحة في العالم لأنني أنا لما قصت مثلا بالتجارب عن الأنظمة التي تعمل موضوع السيادة أولوية في أمريكا اللاتينية ولا في آسيا ولا في غيرها مثلا ماذا رئيس جاء إلى الحكم بدون تنظيم سياسي؟ شنو شكل التنظيم السياسي؟ ذلك حاجة أخرى لكن اللي يخلق الموتيفاسيون اللي يخلق الرغبة في التغيير وفي الإصلاح اللي يخلي الرئاسة مؤسسة اللي يخلي لها عندها عيون وعندها إيدين وعندها رجلين وقادرة أنها تنفذ برنامج هو هي تنظيمة سياسي فأنت لما أنت تعتمد على التكنقرات والبيروقرات وما إلى ذلك هل تستطيع أن تحدث تغييرا بهؤلاء؟ يستحيل فخلاصة القول أن المعارضة مدعوة إلى استغلال الفرصة هذه المرحلة لإعادة البناء بجدية معناها اليوم مثلا العائلات السياسية الكبرى لكل تماشي عائلة من العائلات اللي هي منخرطة في مشروع إعادة بناء في مشروع نقد ومعارضة وإعادة بناء ما هو نحن تونس محتاجة إلى قيادات سياسية في المستقبل؟ محتاجة إلى جيل جديد من القيادات الشابة؟ هكيفاش تنخلقوها القيادات هذه الشابة؟ هذه الأولوية الثانية أو الأولوية الرئيسية الثانية يعني ثم أولويات وممكن مش بالضرورة واحدة على أحساب الأخرى هذاك عليش قلت لك ثم حاجة على المستوى الاستراتيجي وثم حاجة على المستوى المؤقتة والنضال الحقوقي والميداني وما إلى ذلك هو قاعد يصير هو بطبيعته والناس قاعدة تضحي وقاعدة تدخل للسجون وقاعدة تواجه وقاعدة تكتب في المقالات وتوجه في الخطابات وما يقاعدها في ضمن الإمكانيات والمتاح وقاعدة تحاول تتوحد وتخلق جبهات وما إلى ذلك مش ناقصة تونس نقد سياسي في الحقيقة هني نسمع كل يوم في وسائل الإعلام رغم أن وسائل الإعلام يعني عشرين سؤال يطرح عليها ولكن ثم حركية بين نقدية وانا نتصور الشخصيات الديمقراطية ما يش مفرطة في العملية لكن أيضا اللي هو مفرط فيه تقريبا كليا ولا يكون التحجج بالظروف حجة هو خلق جديد هو خلق جيل جديد من القيادات الشابة هذا اللي تحتاجه تونس وهذا اللي يحصل في تجارب مقارنة التوانس يحبوا جيل جديد من القيادات خلينا نعاونهم نحن خلي يظهر هذا الجيل يحبوا فكر جديد أيضا لأنه أنت لما تصنع مكيف في الثمانينات والتسعينات تصنعه بمواصفات الثمانينات والتسعينات اليوم وين هو الفكر الوطني التونسي شنية ملامحه الكبرى يعني في مواجهة الشعبوية أو في مواجهة الفاشية إلى غير ذلك يلزم يكون ثم فكر وطني ديمقراطي جديد نعم